مرحبا بكم مشاهدينا مع الريتنج والملخص الأسبوعي بتاريخ الخامس من شهر يوليو لعام 2021 الممثل أراس بولوت إناملي يصرح حول مسلسل ثلاث قروش تم طرح الكثير من الأسئلة على الممثل أراس بولوت إناملي في آخر مؤتمر صحفي وقيمة من قبل شركة فودافون في تركيا ذلك وبحضور لممثل أراس كونه هو الوجه الإعلاني للشركة ومن بين تلك الأسئلة هو أكثر سؤال تساءل عنه الكثير من محبين أراس وهو هل سوف يكون هو إحدى أبطال المسلسل الجديد ثلاث قروش فجوابه كان بالنفي ولن يكون من أبطال المسلسل ثلاث قروش ولكن الأكيد هو بأنهم فورا سوف يقوم بتصوير فيلم وثائقي حول أحداث مسلسل الحفرة ومع مسلسل ثلاث قروش من سيكون كتاب المسلسل؟ أصبح من المؤكد والمعروف بأن الممثل أراس كاي جالار أولو سوف يكون واحدا من بين الثلاث الشخصيات الرئيسية للمسلسل وخلال الأسبوع الماضية أعلن بأن كل من داملة سرم ومراد أويركولاك هم من سيتولوا سيناريو المسلسل ومن أشهر أعمال الكاتبة داملة هو الموسم الثاني والثالث من مسلسل الحفرة ومن الأعمال التي اشتهر بها الكاتب مراد هو مسلسل المدينة الضائعة فيلم التراجيدي الجديد المرأة الحديدية لعلكم سمعتم بقصة الفتاة التركية وهي نسلجان التي حاربت مرض السرطان لأكثر من مرة متخذا البعض إياها كمثال لقوتها وصبرها اتجاه هذا المرض لتصبح حكايتها الآن في قالب درامي وثائقي في فيلم يسمى المرأة الحديدية وسوف يبدأ تصويره قريبا من قبل المخرج أزغور بكر حيث أن المخرج رأى بأن الممثلة نازت شالا إرماك ملائمة لكي تجسد دور نسلجان ومن الوجوه التي سوف نراها في الفيلم هم كلا من زينب ألتشين ويوردار أكور وإلكار أكسوم ومسعود أكوستا ودينيز أور من سوف يكون شريك الممثلة إيبرو في مسلسل الملحمة ومع الاستدادات المستمرة للمسلسل التاريخي الملحمة بطولة إيبرو شهين هناك بعض الأسماء المرشحة للبطولة بجانب الممثلة إيبرو وهم كلا من الممثل كرام إرسلان أولو وبوراك تسكوبران حيث أن واحدا منهم سوف يكون بطل هذا المسلسل المنتج من قبل محمد بوزدا لصالح قناة آه التركية من أجل الموسم الجديد انطلاق تصوير المسلسل القصير الحد ومن خلال هذه الصورة التي تجمع أبطال مسلسل الحد عبر الممثل تولغ هان عن ساعدته لإنتاجه أول مسلسل من قبل شركة الإنتاج التي أنشأها وهي هان ميديا يذكر أن المسلسل بالماضي كان سيكون لصالح منصة بي إن كونكتس وغير معروف إن كان الاتفاق بين الجهتين مستمرا أو أن المسلسل أصبح لصالح منصة أخرى الممثلة جوكتشي بوهدر في بطولة مسلسل جديد وأخيرا سوف تعود الممثلة جوكتشي في عمل مميز بعنوان الفراق وهو عن عائلة من النساء المحاميات المختصات في أمور الطلاق وكتاب المسلسل هم كلا من توبراك كاراؤولو وسيدا تشاليشلار ومن أشهر أعمالهم السابقة مسلسل رامو واليوم الثامن متوليا مهمة الإخراج المخرج المبدع يوسف بير حسن وسوف يكون المسلسل لصالح قناة فوكس من أجل الموسم الجديد مسلسل تركي جديد ومقتبس قامت شركة ليمون والمعروفة من خلال مسلسل بويراس كريال والخبز الأسود بشراء حقوق سيناريو المسلسل الأمريكي الطويل والمكون من سبعة مواسم The Good Wife كما أن اليابان وكوريا الجنوبية قاموا أيضا بالماضي بشراء حقوق المسلسل لإنتاج النسخة المحلية من هذا العمل الأمريكي وقريبا سوف يعلن تفاصيل أكثر عن النسخة التركية من المسلسل والآن مع الريتنج الأسبوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الممثل البنورز يصرح بأن شخصية بويراز هي بالواقع تشبهه بعض الشيء وفي آخر مقابلة لبطل مسلسل حكاية جزيرة ألب نورز سئل من قبل الصحفي هاكان هل هناك أوجه تشابه بين شخصية بويراز وألب؟ فجوابه كان بأن بويراز شخص لا يحب الناس بينما هو في الواقع يفضل بأن يكون هناك مسافة بينه وبين الشخص الآخر حتى أن يتعرف عليه أي أنه حذر في علاقاته لكن الجانب المشترك بين بويراز وألب هو بأنهم أصحاب الشخصية المنغلقة على نفسها والهادئ والمحب للعلم فيلم جديد من بطولة الممثلة ميريام أوزارلي رؤية جميلة هو عنوان فيلم جديد من بطولة الممثلة ميريام أوزارلي ومن إنتاج المنتج الأمريكي جون مورسي حيث سنرى في قصة الفيلم طفلان يهربان من منزلهم سعياً لمقابلة نجمتهم المفضلة وسيكون الفيلم من إخراج ألب كامبار أعمال مميزة حول ليلة الخامس عشر من يوليو شهدت تركيا في اليوم الخامس عشر من شهر يوليو لعام الفين وستة عشر محاولة انقلاب فاشلة ليعودوا إحياء ذكرى انتصارهم على تلك المحاولة من خلال مسلسل قصير جداً وهو بعنوان سري وسيعرض على قناة تيري تيبير في اليوم الرابع عشر من الشهر الجاري وهناك أيضاً فيلم آخر بعنوان وقت الشفق حيث سيعرض في صلاة السينما التركية في اليوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري وأخيراً حكاية مسلسل توسون أصبحت كاملة أعلنت في الماضي شركة ديجيتل سنت لار عن استعدادها لإنتاج مسلسل يحاكي قصة أكبر محتال في تركيا والذي قام بسرقة مليار ليرة تركية ذلك ومن خلال خداعي مستخدمين اللعبة التي أنشأها وهي بنك المزرعة بحث المستخدمين في إحدى مراحل اللعبة بإيداع المال وإقناعهم بأن هذا المال سوف يساهم في نمو الكثير من المزارع على أرض الواقع لتكون نهاية القصة هي بتسليم صاحب الليبة نفسه من بعد أن كان مطلوباً من قبل الإنتربول يذكر أن المسلسل سوف يتوفر قريباً على منصة اكسين وسيتألف من ستة حلقات فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر